اهلا بحضراتكم الجديد في هذا الصباح لسا مكملين ومستمرين معاكم في حلقتنا النهاردة وزي دايما بنتكلم عن اهمية الرياضة بشكل يومي واهمية اللياقة والحيوية والتمارين المختلفة اللي بنحاول ان احنا نعرفها لحضراتكم في ناس كتير كمان عندها مشاكل مع زيادة الوزن وبتلجأ للضايت او الرجيم للتخلص من الوزن الزايد وعدم كمان الوصول لفكرة الوزن الزايد بشكل مفرط يعني وده اللي بيخلينا في حيرة ما بين ان احنا نعمل انهي نظام دايت او ايه اللي نمشي عليه او ايه الاصحة او ايه اللي انسب لنا طب نروح لدكتور ولا نلتزم بأي نظام مثلا ممكن نعرفه من خلال تجربة يعني حد سألناه عليه او كده خصوصا ان كل يوم في دايت جديد وفي حاجات مختلفة خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ونعرف معلومات اكتر عن النهاردة تحديدا دايت المطغة او ريجيم المطغة ومعانا دلوقتي بيشرفنا في الستوديو دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية صباح الخير دكتور صباح الخير يا دكتور صباح النور دكتور رامي الحقيقة زي ما ايا بتقول من شوية احنا فعلا عدد او كمية الدايت او الانظمة الغذائية المختلفة علشان الواحد يخسر او يزيد في الوزن كتير جدا لدرجة محيارة لكن مش كتير بنسمع خالص عن فكرة ريجيم المطغة يعني ايه الاول ريجيم المطغة ولو نعرف معلومات الاول عنها خلينا الاول اقولك ان احنا عندنا اكتر من 140 نظام غذائية لازم الناس تعرف الاول قبل ما نتكلم في فكرة ريجيم هي انت ايه غرضك من الخطة العلاجية اللي انت هتتباحها هل هي خطة العلاجية بتعالج مشكلة صحية تغذوية معينة ولا هي انت بتتباحها لمجرد حمية غذائية ان انت عشان تخسه خلاص وتخسر وزنه بعد كده فحصاتك حلوة وحشة مش هتفرق كتير بس انت مجرد انك خسرت وزن ريجيم المطغة او لفظ المطغة هو ريجيم يكاد يكون غريب شوية الناس ممكن تكون اول مرة تسمعه بس هو بيتبعه حقيقة علمية فضيعة جدا ويمكن الناس كلها بتدور عليها سواء كانت عن طريق ادوية سد الشهية او 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 الريجيم ده بيحقق لك الفكرة دي السنسوفولنس او احساس الامتلاء او احساس الشبع جاي من حاجتين يتحس ان بطنك البلونة دي تملت للاخر وخلاص انا مش قادر اخد نفسي فبتقوم خلاص انا خلصت اكل انا كده اشبعت وده اغلب للأسف اغلب الناس هو ما بيبطلش اكل لما يحس انه نفسه خلاص مش قادر اخد نفسي فانا كده اشبعت فيقوم يمارس حياته طبعا تبع حياته مش مش لطيفة يا اما المخ يستوعب ان فيه مكونات غذائية بدأت تتحرك في الدم وده اللي احنا المفروض بندور عليه فكرة رجيم المضغ جاي من اين انت هتاكل في نطاق سعراتك الحرارية بس يا الفكرة كلها انه كل معلقة او اطمى من العيش او اي حاجة من الحاجات دي هتاخد تلاتين سانية في مضغها تلاتين سانية اه مش هقعد اقولك بقى عد وامسك استوبوتش وتابع الفكرة بس انت بالتدريج هتلاقي نفسك بتاخد مساحتك في المضغو بتاكل بمدة زمنية اقل وبتاخد وقتك في الاكل في خلال العشرين دي بيتم امتصاص الاكل ويبدأ الاكل ما بيوصل للامعاء الامعاء بتبدأ تفرز هرمونات اللي هي خلاص انا كفاية مش محتاجة تاني خلاص حصل امتصاص للاكل بدأ يخش في الدم بدأ المخ يستوعب انا مش محتاج اكل تاني فبالتالي انت كلت كمية اكل قليلة حسيت بالشبع استفدت بالاكل لو انت بقى بتاكل اكل صحي عشان كده انا اصريت اقول النقطة الاولينية انت عايز ايه من الاكل هل هو خطة علاجية ولا عشان كده احنا في اي مطعم ما نحبش السلطات تنزل الاول ونقول لا كله وانشان ما نشبعش الاول هي نفس الفكرة في كده فعلا انت لما بتاكل السلطات او بتاكل الفكهة اللي هي غنية بالالياف في الاول بتاخد مساحة من المعدة وبرضه بتوصل لنقطة المضغر اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو خلاص الاكل بدأ يمتص وبدأ يتحرك فرغبتك في الاكل بتقل دايما نحن عندنا النقطتين مالش يا دكتور العشرين دقيقة دي الفترة اللي هو من اول ما بتبلع الاكل لحد ما يبدأ يتم عملية الهضم ويمتص ويوصل للدم بالزبط ايو بالزبط فهي الفترة دي احنا عايزين نقلل فيها الكمية اللي احنا بنكلها علشان كده كده هنوصل بعد عشرين دقيقة لاحساس الشبع فلو استغلينا الفترة دي فان احنا ناكل كمية اقل هنوصل برضو لاحساس الشبع وبالتالي مش هنبقى مقبلين على الاكل بنفس الطريقة بالزبط فبالتالي هتاكل كمية اقل وفعلا هتستفاد بقى من الاكل هنا بقى نخش النقطة التانية اللي هي الخطة العلاجية ان انت بتاكل الاكل عايزه قطاقة مثلا يعني انت لو هتاكل اكل في الفطار هيختلف اكل الغداء هيختلف عن اكل العشاء حسب احتياجك للأكل فانت لو اكلت في المدة الزمنية دي خلاص حصل الامتصاص وده اللي احنا عايزين نوصله ده اللي احنا عايزين نوصله للناس انها تفهمه عشان كده تواجدت انظمة غذائية كتيرة جدا مشابهة للفكرة اشهرهم هو طبعا ريجيم المضغة هو اللي بيبدأ يوضح فكرة ان انت يحصل امتصاص للأكل امتصاص للأكل هي ده العنوان الرئيسي للفكرة طيب انا عايز اسأل على حاجة هل ده ما بيخلنيش اجواب بسرعة يا دكتور لا خلص يعني ده مش هيخليني مسلا اكل واجبات اكتر من المعتاد ما هي دي الفكرة بقى انت هتاكل ايه ما هي الفكرة انت مش هتقدر تطبق النظام ده لوحدك انت مش هتاخد ده كده وتقول انا خلاص بقى مسلا ايه حاكل حتة البسبوسة واقعد اكل فيها مسلا بالعشرين ديئة لا لا هي الفكرة كلها طبيعة الاكل عندنا طبعا نشويات او كاربوهيدريتس معقدة بتاخد مساحة كبيرة جدا في الهضم وبت تحرك ببطء وتطلع الانسولين ببطء كل ده طاقة على المدى البعيد فبتبدأ تاكلها مثلا زي العيش زي الشفان زي الرز والمكارونة في الغداء كل دي مصادر للطاقة اللي بتقعد مدة طويلة انت بتاكلها فانت متجيش تاكل حاجة بتخلص بسرعة وهي تاقطها اصلا بتخلص بسرعة وانت قريدي بتبزل مجهود عنيف او لسه عندك نشاطات على مدار يومك فبتصلي جسمك هيطلب منك تاني زي الفكرة اللي هي معدل الجليسيمي بتاعها عالي زي العنب زي التين زي البلح انا اكل ايه عشان اكون عاملة ريجيم المضغ بشكل سليم فعلا لو احنا هنتكلم على الفطار فانت لازم يحتوي وجبة الفطار على نوع من انواع العيش سواء كان حبة كاملة عيش معمول بديق شفان عيش البلدي اللي موجود العيش البني فيه انواع كتير قوي من العيش موجودة في السوق بس اهم حاجة انها تكون من الحبة الكاملة او من الحبوب اللي تقدر تستنى معايا مدة طويلة يعني مثلا 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 العيش الفينو او زي العيش الابيض اللي معمول بديق الابيض وتضيف عليها نوع من انواع البروتين زي الفول زي البيض من الحاجات المهمة جدا واللي بتستمر معايا مدة طويلة وفي نفس الوقت ما بتعلليش الانسولين بسرعة كبيرة لان الانسولين ده امن هو المتهم الرئيسي في فكرة الجوع يعني الانسولين ده الاكل كله بيتحول لجولوكوس في الاخر اللي هي النشويات وعشان جسمه عايز طاقة ويترجم لطاقة ففي حاجات بتخلي انسولين يطلع بسرعة جدا وينزل بسرعة جدا الحركة دي تخليك جعان على طول تخليك دايما ما بتستخدمش الاكل كطاقة بالعك بتستخدمه كمخزون من الدهون فتلاقي عندك بطن واجناب بسبب حركة لعبة الانسولين دي فانت الفروض ما تلعبهاش مع الجسم او وتوجدت بقى انظمة غزائية زي الكيتو دايت وزي اتكنز اللي هي بتحارب فكرة الانسولين عشان تقدر تدخليك شبعان مدة طويلة وفي نفس الوقت تاكل دهون وبتخس هي اللعبة لعبة الانسولين فانت ما تجيش تاكل حاجة فيها حلويات او مثلا الصبح اه دكتور احنا بناخد مياه فترة عليها معلقة عسل حلوة قوي صحي بس انت مع تطلع الانسولين بسرعة زيها زي السكر وينزل بسرعة فبالتالي انت هتخش على وجبة الفطر جعان جدا فبالتالي هتاكل اكتر من احتياجك يعني ماذا صحي؟ لفظ الصحي هنا نسبي انا امتى اخدها مجيش انا مثلا في بداية يومي ولسه بعمل اليوم ودخل مثلا كمية سكر عالية او كمية عسل عالية فبالتالي انسولين هتلعب وينزل بسرعة فهجوع فهتخش على وجبة الفطر عشوائي بتاكل بمنتهى العشوائية انت فهمت قصدي الفكرة من هنا يعني لفظ الصحي لفظ نسبي لكن كسعرات السكر والعسل ما بيختلفوش عن بعض كسعرات خلي بالي يعني انت برضو لو انت هتاخد معلقتين عسل هم هم معلقتين السكر ولكن القيمة هي اللي بتفرق القيمة عنها الحرق طريقة الحرق كماليا طريقة الحرق واللفظ الصحي انت بتتكلم بقى على طبيعة الجسم يتعامل ازاي مع المادة الكيميائية دي يعني هي الفكرة كلها هو ما بيميزش ده سكر ولا عسل بس عندي فوايد كتير قوي موجودة مع العسل انا باستفاد بها بس يبقى العسل اللي موجود في مصر اغلبه فيه سكر يعني حتى طريقة الا العسل يعني لو مكتوب عليه طبيعي ومن غير اضافاته مفروض هو ده النوع اللي ايه غالي جدا وخلي بالك عشان تقدر تحقق الرغبة دي انت عايز مساحات كبيرة جدا من الازهار عشان تقدر تكفي ميت مليون بني ادم بياخد عسل بصورة بيور فغزبا عنك انت اوتوماتيك بتضيف السكر كغزة للنحل يوصلك في الاخر طيب دكتور رامي احنا برضو بنتكلم على رجيم المضغ بنتكلم على دي الطريقة في الاكل وليس رجيم في حد ذاته يعني احنا الاكل الصحي العادات الصحية اللي احنا عارفينها كلها بنلتزم بيها هي هي مع الفارق ان احنا بناخد وقتين اكتر في فترة المضغ وهو ده الفارق الوحيد طب ليه ما بينصحش في الحالة دي أنا واحد من الناس اللي بياخد وقته في الأكل ويمكن أصدقائي أو حتى في البيت عارفين الموضوع ده بياخد فترة كبيرة في الأكل علشان بياخد وقت في المضغم إن وانا صغير وما حاولتش أغير العادة دي لما عرفت إن هي حاجة صحية لكن في ناس كتير بتنصح أن انت ما تقعدش تتفرج على حاجة وانت بتاكل مثلا ما تبقاش فيه نشاط مسلي علشان ما تقعدش فترات أطول طب لو دي حاجة صحية لما بينصحش بيها فترة فكرة الإلهاء المخ لو أنت ألهيته في حاجة أنت مثلا لو قاعد بتتكلم أو قاعد بتتفرج على التلفزيون فالمخ مركز في الحاجة دي وفكرة بقى الحركة بتاعت المعدة والأمعاء والامتصاص بيغفل عنها الفكرة أقول لك إنت الأمعاء بتيجي بعد عشرين ديها تقول له خلاص أنا خلاص أنا بدأت تتحرك وبدأت يبقى فيه فيتامينز ومعادن وبدأت حاجة تخش في الدم فأنت خلاص وقف فكرة إيه الجوع أو طلبك للأكل بصورة مستمرة أو نبه الشخص ده أن إحنا خلاص اكتفينا فإحنا مش محتاجين إن إحنا نزود في الأكل فيجي يبعث الإشارة دي فالمخ قريدي مثلا سرحانك تلفزيون مركز في حاجة تانية فردت فعل الإشارة بتبقى بطيئة هي دي الفكرة إنت فهمني؟ إنت هتقعد وهتأكل وجبة لازم تدي كل اهتمامك للوجبة دي عشان تقدر تستفيد يعني وسائل التسلية دي مش مستحبة مش مستحبة تماما إحنا ممكن أوقاتنا اتبحة كحيلة مع الأطفال اللي هم عندهم سوق تغزية وما بيأكلوش ويلا هندحك عليه كنوع من النوع لكن هي كعادة صحية لا هي مش مستحبة أن إنت تقعد قدام تلفزيون دقل إنت طريقة الأعدة نفسها طريقة الأعدة وإنت بتاكل بتفرق كتير جدا في حجم المعدة طريقة الأعدة طب اللي دي نقطة مهمة خلينا برضو ما تكلمناش عليها قبل كده لو حضرك تقول لنا إيه هي الطريقة السليمة المصبوطة وبتختلف إزاي في عمالية الهضم إنت لو جربت تقعد وإنت ميل بجسمك لقدام شوية أو تقعد لو إنت مثلا مثلا بتحب تقعد على الأرض وقاعد وتاني رجل قدامك ورجل تحتك رجل لقدامك دي بتقلل مساحة المعدة يعني إنت عارف إنت مساحة المعدة كبسة شوية إنت بالزبط إنت قلل مساحة المعدة فطريقة الأعدة دي بتفرق فإنت حتاكل كمية أقل وبالتالي الحركة اللي بس دي صحية يعني قاعدة صحية ما فيهاش أدنى مشكلة خالص ما فيهاش أي مش مؤذية للجهاز الهضمي عملية الهضم بتتم بصورة يعني من رحمة ربنا الهضم ده بيتم لو إنت بتطير يعني لو إنت بتعمل أي حاجة الهضم حيتم بصورة كويسة أنا اللي يدقيقني بس أن إنت ما تكلش مثلا وتقوم تتحرك أو تقوم تبزي النشاط لا ده أنت تكمل قاعدة لأن إنت محتاج في أثناء عملية الهضم أن الدم يفضل بيروح للمكان ده بمنتهى الهدوء مش وقت عضلات ولا وقت مخ ولا وقت أي حاجة يروح لها دم الدم لازم يفضل يروح للمعدة عشان عملية الهضم التم بصورة كويسة فزي ما قلت لك طريقة القاعدة بتقلل للمساحة آه مش بالمساحة الكبيرة بس هي تبقى هوى أنت كابس الهوى والمعدة ومش مديها فرصة أن هي تاخد كمية أكل كبيرة فبتفرق بصدقين على مدى البيض هو عملا يا دكتور السناكس بين الوجبات ده شيء مستحب؟ علميا اللي هي بنقول عليها بالمصري كده الرمرمة لا هقول لك الحاجة في مدارس ومدارس أنا من وجهة نظر الشخصية ومع المدارس اللي هي فكرة أن أنت طالما أنت مش محتاج للوجبة دي فما تاخدهاش ما تلعبش إذا ما قلت لك مع الإنسولين اللعبة اللي مش ظريفة دي يعني أنت لما تيجي تاخد سناكس طب إحنا هنتكلم إيه الإسناكس اللي ممكن يبقى متاح هتلاقي نفسك بتتكلم في فكهة بتتكلم في خضروات بتتكلم في حاجة برضو بتحرك الإنسولين ستيل تبقى هي أحد أنواع الكربوهايدريت فبتحرك الإنسولين حتى ولو كانت بحركة بسيطة الحركة البسيطة والتحرك الإنسولين وطلوعه ونزوله ده على المدى البعيد أنت خلاص بتبقى تحت رحمة الجوة ده رقم واحد رقم اثنين تحت رحمة أنك تترجم الأكل ده لطاقة طب إنت لو ما ترجمتوش لطاقة فسيادتك عرضة أنه يتخزن بطنه والجناب والمنطقة بتاعة العوامات أكتر عرضة للتخزين بسبب لعبة الإنسولين دي فانا لو أنا محتاج أفضل حاجة صحية وأعظم حاجة ممكن تعملها تلات واجبات فطار غدا عاشة ما تاخدش وجبة ما بين الفطار والغدا ما تاخدش وجبة ساليا دكتور يعني فكرة أن أنا كل ساعتين أو تلاتة أكل دي مش مستحبة؟ لبعض الناس لو حالات مرضية معينة الناس اللي بتعاني مثلا من مرضى السكر الناس اللي بتعاني من مشاكل في المعدة الناس اللي عندها احتياج رغبة للأكل كل ساعتين أنا ما عنديش مشكلة أو معدلات حرقال أو عندهم مشاكل صحية تستوجب ده لكن إنت لو إنت عايز الصح إنت هترجم إحنا عندنا أنواع الجوع سبع أنواع منهم نوع اسمه هابتش والهينجر أو الجوع المرتبط بالعادة اللي هو بمعنى إيه إنت مثلا تفتر الساعة 9 الصبح جسمك الساعة 9 يومياً هطلب منك الأكل 9 لربع مش هيطلب حتى لو مش جعان قوي حتى لو مش جعان 9 لربع مش هيطلب 9 بالزبط هتلاقيه بتلاقي نفسك جعان وبدأت تقوم تتحرك وتدور على الأكل وهتدور بمنتهى العشوائية أو بمنتهى التركيز أي أن كان طبيعتك متعود تتغدى الساعة 3 هيتطلب منك أكل الساعة 3 على فكرة دي عادة صحية وعادة حلوة جداً أنك تبقى عارف يومك ماشي إزاي عارف إمتى جسمك محتاج طاقة قد إيه فأخدها في الفطار فأنا متعود الساعة 9 عشان كده هتلاقي من أنزم من أنجح أنزمة الرجيم أو الضايت النظام السيوم المتقطع السيوم المتقطع من أنجح الأنظمة ليه؟ لأنه هو فعلاً بينظم الفكرة دي بـ 16-8 وفي ناس بتوصل لـ 20-4 الساعة ده الصيوم طويلة أو يا دكتور 16 ساعة منهم عدد ساعة النوم لو أنت بتنام 8 ساعات فأنا عندي 8 ساعات أنا صاحي في يوم هاخد من يوم 4 صبح و4 بالليل مش طويلة ولا حاجة يعني لو بفتر الساعة 12 واتغدى الساعة 4 واتعش الساعة 8 بتهدي ده ده الروتين اليومي بس ممنوع في النوص أي حاجة؟ ممنوع طبعا هي مش ممنوع أنت ممكن تاخد بس زي ما قلت لك أنت عايز تاخد أقصى فايدة ممكن تاخدها من النظام الغذائي طبعاً اللي ما بيقدرش يمسك نفسه ما بين الفطار والغداء أنا ما عنديش مانع أنا أبدأ أدخله نوع من أنواع الفواكه اللي المعدل الجليسيم بتاعها أقل زي التفاح مثلاً زي الكومترا زي الجوافة زي الكيوي ما فيش مشكلة أن هي تخش بس على المدى البييد أنا بقل الوجبة دي لأن هي بتبقى ستاندرد خلص هو متعود بين الفطار والغداء في ناس كنت بتنصح بداية دكتور يعني في بعض دكاترا تغذية علاجية أو يعني في الضيط المختلف أو في الأنظمة الغذائية المختلفة كانوا بينصحوا أنه هو ما بين الفطار والغداء وما بين الغداء والعشاء تاخد حاجات مغذية لأن مطلوب منك أنك على مدار اليوم تأكل مش المفروض أن أنت تخلي الحلو بعد الأكل على طول وفي نفس الوقت مطلوب منك تأخد ستة ثمرات مختلفة في اليوم فهتأكلهم إمتى فبيقولوا ده له فترة المناسبة ده أحداك مش معه حلينا نتفق على حاجة معينة أن علم التغذية من العلوم اللي بتتطور بصورة كبيرة جدا وردد فعل الجسم كناحية بايو كيمستري كناحية كيميا حيوية وناحية فيزيائية بتختلف هي الفكرة كلها في فكرة أن أنا كل ساعتين أو أن أنا أدخل أكتر من خمس وجبات في اليوم الناس اللي هي مش متعودة على فكرة نظام الأكل اللي هو جاي من طبيعة أكل عشوائية ففكرة النظام بالنسبة له بتبقى مؤزية ياه يا دكتور أنا أقعد من الساعة عشرة للساعة أربعة أو خمسة ما باكلش لا يا عمد إحنا بنبعدين في الشغل بنطلب واحد اتنين تلاتة أربعة فعشان أقدر أكسر الحدة دي بنقدر بندخل الوجبات دكتور نحن نسا نكملين معاك وأسئلة كتير جدا واستفسارات كتير جدا ولكن دلوقتي خلينا نروح لموجز وأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا والفقرة تحديدا مع دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية دكتور رامي كنا نتكلم على فكرة الرجيم المضغ أو طريقة الغذاء الصحي من خلال المضغ طيب لو نتكلم على أنظمة غذائية تانية أقل شهرة شوية يمكن حضرتك في الفترة دي كنت بتكلمنا عن رجيم اسمه رجيم الأمر وأول مرة بصراحة برضه نسمع عنه فلو ندي فكرة عنه للسادة المشاهدين خلالي نقولي الفكرة كلها زي ما قلت لك أنت هو الناس بتحاول تربط الصحة الغذائية وطريقة الأكل ببعض النشاطات الطبيعية هي دي الفكرة يعني لو هياكل مثلا دهون هياكل باليو دايت اللي هو النظام البني آدم القديم اللي هو اللي لسه البدائي وده ثابت أنه صح يا دكتور لأ طبعا لأ طبعا تغيرات الطبيعة وتغيرات سلوكيات الحياة وطبيعة الحياة وتحور البكتيريا والفيروسات والجهاز المناعي ده بيحصل تطور لجسمك فطبيعة الأكل بتختلف تماما زي ما انت قلت زي ما تكلمنا عن رجيم الأمر ده هما الناس ربطت طبيعة الأكل بحركة الأمر يعني الأمر اللي هو لو اكتمل ووصل للاكتمال وفأنت هتوصل لأربعة وعشرين ساعة بدون أكل بتقطع الأكل بتشرب مية بتشرب سوائل كل الحاجات المتاحة في فترة الصيام المتقطع تشرب مية شاي قهوة إرفة جنزبيل لمون نعناع ينسون كل ده بدون سكر وبدون ألبان لمدة أربعة وعشرين ساعة تماما اللي بيعزو ده علميا لأنه هو بقيت الشهر دكتور وخلاص بقى بيرجع بقيت خلاص الأمر بعد الاكتمال ما بيروح بيرجع تاني لحياته الطبيعية بياكل فترة الصبح بيقطع أكل أول ما الليل يليل أو أول ما يظهر الأمر في السماء يبدأ خلاص دي فترة انقطاع الأكل ويبدأ يتبع حمية الصيام لغاية لما تظهر الشمس لتاني يوم هي فكرة مشتقة من الصيام المتقطع بس هي ربط الفكرة بالطبيعة أكتر يعني هو ما ربطش نفسه بزمن اللي هو أنا هبتدي 12 أوقف تمانية لا إذا ربط نفسه أنه خلاص الأمر بدأ يطلع في السماء فإذن ده إذانا إن أنا خلاص هبدأ أقطع أكل الأمر اكتمل فده إذانا لغاية لما اكتماله يخلص إن أنا أقطع أكل في المدة الزمنية دي فبتوصل لـ 24 ساعة ومشهور النوع ده من مشهور في دول طبعا معينة والناس اللي هي علاقتها بالأكل مش علاقة وطيدة شوية مش زيينة يعني يعني فيه مشهير حضرتك تتكلم أنه طبعا فيه مشهير بيتتابعوا الحميات الغذائية دي وبيدعموها كنوع من أنواع سواء كان بقى دعاية إعلامية أو حتى قناعة تمة بالفكرة بالفكرة يعني زم جرى العرف زمان يقولك ما تاكلش بالليل ده الحرق بيتأثر بالليل ده إحنا ما بنحرق مع إن دعاية المياه نثبت أنه كلام غير صحيح طبعا لا ثانية واحدة لا يا دكتور أحد جايب نضم المعتقداتنا كلها اللي هي على مدار سنوات كتيرة أعرفنا الحرق شغال وإنت نايم وإنت نايم جسمك بيح يعني الأكل بالليل مش زي ما إحنا عارفين يعني معدل الحرق نفس المختلف اللي إنت كنت منتظره اللي هو لو إنت كلت شوية رز بالليل أو مكارونا هي مش جريمة يعني مش زي زمان إنت معطي يا خرابي إحنا خرابي هدخن وبطني هتبقى قد كده لا إنت الحرق شغال وإنت نايم في حاجة اسمها البيزل متابولكريت معدل حرق وقت السكون اللي هو إحنا عادين الكلام حركة الأمعاء حركة القلب حركة التنفس التفكير الحاجات دي كلها دي كلها محتاجة طاقة محتاجة سعرات حرارية بزبط أنت سيادتك ما بتبذلش أي مجهود ولا أي نشاط عشان تستهلك لكن هي بتستهلك ده طالب اللي بيعدي ذاكر موامتو بتخش عليه بعشرين وثلاثين صندوش بيكسر بس هي الفكرة كلها هو بيكسر إيه هل بيكسر الأكل يحوله الطاقة فأنت بتترجمه ولا بيكسر الدهون المخزونة ويحولها الطاقة هنا اللعبة هي مش الفكرة كلها أنت إزاي تجبر جسمك إنه يكسر دهون هي دي لعبة التغذية العلاجية إنك إزاي تخس أنت فهم أنت عندك عضلات وعندك مية وعندك مخزون من الجلايكوجين بيبقى موجود جوه العضلات وجوه الكبد كل دي وسائل الجسم بيلجأ لها قبل ما بيروح للدهون فأنت ممكن تطلع على النزان في أول أسبوع خاسس خمسة كيلو ثاني أسبوع ثلاثة كيلو في حين إن ده فعليا ماروش علاقة بالدهون وده مش خساسات راح من العضلات أو من السوائل بالزبط سانيا دكتور هرجع تاني للأكل بالليل ده معناه إنه إحنا الحرق طول اليوم شغال وفكرة إن الأكل الصبح ممكن يكون أحسن والحرقة أعلى أو كده ده مش صحيح حرقة أعلى لأن النشاطات أعلى لو أنت عندك نشاطات بالليل أعلى لو أن شغلي بالليل مثلا لو أنت شغلك بالليل وتعمل نشاطات كبيرة هتلاقي حرقك بالليل بالدنيا تمام أكل براحط أبعد بس على إن أنت تاكل قبل النوم بمعدل ساعتين عشان أنت عملت الهضم التم بصورة سليمة وبالتالي تستفيد من من الأكل دي معلومة مهمة جدا أعتقد أن احنا كان لازم فعلا نصححها لأن الناس فاكرة أن الليل عمتا الأكل فيه مش كويس لا 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 ما فيش حاجة اسمها ساعة بيولوجيا إن هو بيجي الساعة سبعة بعدها الحرق بيركب كيرفو ويفضل نازل بها يبوز لا 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 آه مقارنة الصبح بالليل كمعدلات البيك لما تيجي ترسم رسم بياني لا الصبح طبعا أفضل بسبب معدلات النشاط والحركة وأن أنت لسه صح من النوم وليسه العملات الحيوية بتتم بصورة طبعية مقارنة بالليل اللي هو سيستم رايح للشوت داون رايح للخلاص بيقفل يعني أنت فاهمني فطبعا هنا غير هنا فاهمني بس يبقى استل إن فيه حرق بيجي ناس تسألني في العيادة يا دكتور أنا ألعب رياضة الصبح ولا ألعب رياضة بالليل عايز الأصح هتلعب الصبح عشان تستفيد من الرياضة تستفيد من حركة العضلات ومن حركة الدم طبعا يا دكتور ما عنديش أي فرصة لمورصة رياضة غير بالليل ما لعبش لا تلعب تنزل وتلعب وتمارس رياضة وعندنا نشاطات كتيرة جدا مباراة الدور الإنجليزي مباراة الدور المصري كلها بتتلعب بالليل الناس دي ما بتستفيدش الناس دي أكثر صحة منك كلنا في طبيعة الأكل وفي الكتلة العضلية طب ليه مع أنه هو المفروض يتضرر انت فهمني ففي معتقدات للأسف خرافات في الضيط قديمة أو سلوكيات قديمة العلم بدأ يكسر الأفكار دي كلها وبدأت الدنيا تتطور ونوصل لمرحلة نفس فكرة الدهون كان دايما خالد دسم اشرب لبن خالد دسم كل زبادي خالد دسم امنع زيت امنع ما هو بيلعب على لعبة سعرات حرارية جيل كيتو دايت بطبيعة الكيتوزيس وحركة الجسم وطبيعة الجسم في التعامل قسر الفكرة دي تماما هي مش لعبة سعرات هي لعبة الجسم جوه هيعمل ايه بس يمكن في دراسات برضو كانت حديثة إلى حد ما يمكن نتكلم من عشر سنين بالنسبة لي كانت حديثة وقتها كان الحاجات اللي هي منزوعة الدسم واللي هي زيرو فات او عدد الدهون فيها صفر والدراسات كانت بطول ان هذه المنتجات اقل صحة من المنتجات اللي هي كاملة الدسم لانه بتبقى نسبة العرضة للاصابة على قدر الله بمرض زي السرطان بتبقى اعلى مع الاعتماد على هذا النوع من الاكل فقط هل في تجديد لفظ صحة دا لفظ صحة اللي انت قلت دا زولتك مهم هو نسبي لما نيجي نتكلم كحيمية غزائية خلانا ناخدها واحدة واحدة لانا نتكلم كحيمية غزائية وهالشخص بيخس او بينزل في معدل الدهون هي لعبة سعرات الجرام الواحد من الدهون بيديني تسعة سعر حراري فانا لما امنعك من الدهون ولا اخد حاجة خال الدسم فانا سحبت منك كمية سعرات حرارية كبيرة جدا في حين ان نفس الكمية اللي انت بتاكلها هي هي يعني بتاكل قلبة الزبادي هي هي نفس الحجم دي هي دي بس دي منزوع منها الدهون فانا زعت الجرام في تسعة سعر حراري مقارنة بالكربوهيدريتس الجرام بأربعة سعر حراري يعني الرز والمكارونا ده الجرام بيديني أربعة سعر حراري مقارنة بالدهون والبروتيني الجرام بيديني أربعة سعر حراري لعبة سعرات طب على المدى البعيد لما جي الكيتو دايت انت في الكيتو دايت 95% ده الايديا الكيتو 95% أصلا من البرنامج بتاعك دهون دهون بتاكل كمية دهون ولما قالتش كمية الدهون دي مش هتخش مرحلة الكيتوزيس ولا الأجسام الكيتونية هتبدأ تتحرك ولا أنت خلاص هتركن بقى السيستم اللي هو بتاع الإنسولين والجلوكوز ده هتركنه على جنب ده لأ أنت شريحة ما تنفعش تشتغل فاحنا هنشغل شريحة تانية خالص فبتطلع الأجسام الكيتونية دي دي بتكسر أي دهون تقابلها في سكتها فعشان كده تلاقينا الشخص اللي بيعمل كيتو داي عنده طاقة شبعان طول الوقت بيخص هنرجع بقى لنقطة صحي اللي احنا لسه قيلنها نسبي أطبق الكيتو دايت مع شخص عنده مشكلة مع الإنسولين مع شخص عنده مشكلة مع الجلوكوز وبالتاني مريض السكر من النوع التاني لو ما عندوش ما يمنع للتعامل مع كمية الدهون دي فالكيتو دايت هيبقى من أنجح الأنظمة الغذائية اللي ممكن يتباحها ده رقم واحد وحطتها تحت خط مليون خط يعني الناس ما تسمعنيش وتروح تطبق ده لازم يبقى الدكتور اللي انت متابع معاه ودكتورة خصائية تغذية اللي انت ماشي معاه هو اللي يديك الأمر أنك تمشي ده لأنه ده مرتبط بفحوصاتك سكر التراكمي سكر الصايم سكر الفاطر ومرتبط بالأدوية اللي انت بتاخدها ومعدلات الأدوية اللي انت بتاخدها لانك ممكن بسهولة جدا يحصل هبوط حد في السكر فتبقى أزيت نفسك أكتر ما أفدتها رقم اثنين السيدات اللي بتعنيم انت كايس مبايد أزمتها وعلاقتها بالإنسولين مش حلوة فبالتالي هلجأ للأنظمة اللي بتعطل الإنسولين شوية فهتلاقي الكيتو دايت بيتصدر المشهد ألزهايمر ناس المرضى الألزهايمر كيتو دايت من أنجح الأنظمة للناس دي ليه لأن الأجسام الكيتونية دي كلير كنحية كميائية أو باكا بايو كيميستر كلير فالمخ بيحبها فلما المخ تروح له الأجسام الكيتونية دي بالزبط فتلاقي الحركة المخ كويسة ووظيف المخ بدأت تتحسن فأنت استفدت فهنا لفظ الصحي ولفظ الفايدة اللي بتدعوني هل أنا أتابع النظام الغذائي ده ينفع معاك ولا ما ينفعش لكن ما جيش مثلا لواحد اللي بتبرفايل بتاعته صورة الدهون من الكوليسترول أو تريجل سرايد أو القصة دي كلها واجه أقول له تعالى أعمل كيتو دايت فأنا هدخله في حاجة اسمها أثر سكوليوزيز تصلب شريين الدهون تتركم على جدار الشريان فالضغط يعلى فالقلب يتأثر فإحنا كده بدل ما بنخسس إحنا كده بنبوز أسأل حضرتك على حاجة أخيرة وهارجع لنقطة كل حاجة منزوعة الدسم أو خالية الدسم يعني فكرة أن أنا روتيني اليومي معتمد على لبن أو زبادي أو أي حاجة منزوعة الدسم ده طلع حاجة مش مفيدة زي ما إحنا معتقدين لا بالعكس أنا ما عنديش مشكلة مع الدهون ما عنديش أزمة مع نزعة الدهون ولا مع وجود الدهون وجود الدهون أنا ما عنديش مشكلة خالص مع وجود الدهون ولا عندي أزمة معاها طالما دهون صحية تصلح ليك عندنا حاجة اسمها في الفيتامينز في الفيتامينات حاجة اسمها فاتي صوليبر يعني إيه؟ فيتامينات بتدوب في الدهون يعني أنت لو عندك خلل في امتصاص الدهون الفيتامينات دي هتبوز هتتضرب فيتامين A و D و E و K أربعة مرتبطين بامتصاص الدهون فسيئتك لو عملتلي الخلل ده على المدى البيض بشرة بازت شعر باز عدم باز عضلات الدهون تموت باز بسبب أننا عامل تحجيم للدهون بسرعة نيفة لأ إحنا عايزين وعد من حضرتك لأنه لازم حضرتك تنورنا تاني في هذا البرنامج في هذا الصباح علشان فيه كم معلومات غير طبيعي مغلوط وإحنا فاكرينا أننا ماشينا على أنظمة غذائية سليمة وبنكتشف كل شوية أن هي فيها حاجات كتير فيه قواعد أساسية كمان طلعت كلها غلا بزبط فلا ده يعني موضوع يطول جدا الحديد فيه فإحنا عشان بس الوقت مش هيسعيفنا للأسف لكن خلينا وعد مع حضرتك أنه أنت هتصرفنا تاني إن شاء الله ونتكلم باستفادة عن العادات الغذائية الغير صحيحة ونصحح كل المفهيم الخطئات دي إن شاء الله إن شاء الله دكتور رامي صلاح الدين استشارية غدال على جاية احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على كل المعلومات المهمة وزي ما وعدتنا أكيد فيه لقاء تاني إن شاء الله شكرا جزيلا بحضرتك